بس حدا يقولك أنه أنا بحس حالي واحدة أقل من وراء أنا شيء عملته أنه هاك كل شيء اللي بالحياتة ربك لحظة هلا ما بقاش حدا يخبر حلم حدا ما حداش فاضل فكروا بشي بينفع هلا أجرب الأحلام أوكي أوكي ثلاثة وكايات زكريا ملونة ومعطرة مين الأول؟ قد هو شو لفرين بيحكي بيحكي عن كيف كلنا عم نغرق كيف كلنا مخنوقين كيف كلنا ما فينا نحكي كيف كلنا عايشين ببلد صعب وما بيرحم تبوا الموت تبوا مثل السكس ومثل الرجلية شيء ما بنحكي عنهم بلبنان من خاف نحكي فيه دا تعبت منكون رجال كل الوقت لبنان نكون رجال كل الوقت أنت عايشة بجنجل تستوسترون ضارب طلوع خالص في برتان أن هذا هو النور كلنا نجب نعيشهاك كلنا نجب نكون رجال كلنا نجب ننيك أم الدني كل وقت نحنا أبطال وتقت البلد من وراه الموضوع بال37 الحبال شو أهلي نقوا علي لأتجوز رح لاقي مرة وبعد فترة رح نتعلم منويات نحب بعض ونهتم ببعض لأنه كثير صعبة الحياة منجرب نخبئ هذا شيء صعب وهي أنه أهم شيء نحكي عنه نحكي عنه هذا شيء صعب لأنه إذا نحكي عنه بتصير قهون قاعد أنا مرة أنا ورفقاتي وقاعدين عم نحكي عن الحياة عن أول سكشوال تبعانا أنا كانت مع برستوت وكانت سكشوال كثير تراماتيزن حسيت حول إنكبت بموقف ما عم بفهمه وكأنه مجبور أكون قد من بعد صعب عندك كثير تراماتيزن لأنه فكرت حوالي أنا بنشي ثم كنت عم بحكي عنه لحصت عداء عن جد ناك قلب الفيلم لا أحسيت عن جد قداء ناك ناك قلب القصة هي ثان اللي بس يكون اتيام القوضة مع كيستيل كيف مرة أعمل هذا الشيء مع حظاً قبل؟ لأنه أنيرجي كانت بهالقوضة بس أريدت أن أكتب الفيلم أول شيء أول شيء أول شيء أملته هو كتبت هالسن لأنه أعطت مع حالة تذكرت شو صار وتتكتب وصار يجون الفلاش باكس الممريز شو كان يصير شو كنت عم بحس شو كان يقطع براسة أتيام تستيل ما كانوا متعرفين مع بعض قبل هالسن وأنا كبدي هالشي لأنه بديها تكون حقيقية وبدأنا نصور هذا المشهد وشوي شوي يتحس الانتميسي عم يزيد عم يزيد وهكي كانت آخر لقطة اللي أخذناها بالفيلم كان بس أنا والمصور كريم غريب والصوت رواضح بايقة والبون إفريتر اللي كرم ما منوع كان يكون في حالة قلب الأوضاء لأنه كبديها تكون كثيراً وانا قاعد وعم بحضر شو عم بيصير ما كنت عم صدق أداء هاي الشيء وعم بحضره وهنا جد حساتك وانا قلت قلت أه أنا من هكي بدي أعمل فلومي بأعمرك دع تقالك أنتو إياها برو قلنا شي سنية وسبعة شوار ما تبقى تذكر ولي ما تعمل ساكس أنتو إياها أعمل ساكس مع صاحبتي ما شفية برو مصطول مش أحسن ما تنزلت حت مصاري هلأ أنا ما كنت مديا ولا ما را كنت مديا هذا يكون الفيلم لمنع من لبنان جورج رئيس الدايرة بدل شو دي حكيت رحت قال لي شو هالفين ما هذا قلت له شفت أه حبيته هيك عرف هيك قال لي كي السخطة أنا من زحلة ما منسبها القد وقلت له أي سيدنا شفت بس هيك بيحكوا الشباب وكذا وهيك قال لي لا لا بدك تغيروا الالفين قال لي لكن تبقى أنا حبيت القصة بس إنو كتير مصبت قلت له أكي تقلي شو بدك ينشيل وبشيل قال لي أكي وكانوا عاملين ليستا قصة سبدا شيلة سسمح لك بسابتان بكل مشهد جريت بسابتان بكل مشهد وكان عمري بس كتبت هيدا السكريبت أول درافت كان عمري 24 فيك تقولي الفينال درافت كتب 26 27 بس بلاش تكتب القصة بغري عرفت مين بدي بعد كم سنة رح سير مدمن على الفريبايز وارجع بلش بالتجارة رح وقف كل شي من بعد ما تموت أمي آخر شملي بتقلي إياها ما تخرب حياتك بإيدك يا أبني وانا حكيتهم قلت لهم يا شباب ستة شهر ستة شهر سيكون خلصين الفيلم بيجوا المصاري بنصور وخلص وبتخلص بعد ثلاث سنين أربع سنين من بعدها قلت لهم شباب ستة شهر بجيب المصاري إذا بدأ جيب المثل وعلمه ما يمثل رح تخذني كتير وقت سوف أفضل جيب محدا ما بيعرف شي يعني التمثيل وعلمه إنه مظبوط كيف يكون بس كن بد أحد يكون أنا بس إنه عددنا على ثلاث عربع سنين عم نتمرن عن جد لأنه الفيلم كتير صعب تكنيكلي فيه لونج تيكس يلي هنهن هنهن أبدا كل هالتمرين ما راح دعوني لأنه عن جد تشوفه بالفين الأستاذي أنا شباب هود بحصن وحوش أنا كل الوقت كنت عم بقدم على وعفنز وعكل شيء عم بجيب مصاري عم بيحكي كل العالم كل العالم محد عم يعبرني للآخر من نشكر الله اتعرفت على كيستال يونس وران سمعون اللي غيروا لحياتي هن عندهم بردوكشن كمبني اسمه بي لذا شايفوا لسان لرانو كيستال وشايفوا إريو السكريبت وغرموا بالفيلم قالوا لرانو كيستال لحنا عملوه واحدنا بلاشي لأنه مش هننطر بقى الشباب عبي خطيره يعني خلاص أفيا ننطر بلاش نحكي للعالم يعني كنعمل عم نطلب منه عاش تيام من حياتهم بلاشي اللي يعني الناس بيقبضوا كتير ما صاري يعني كنا مقدمين على أفاك أجينا أفاك كان عندنا بعد شدود 2 days of shooting طب الآخر عنجا تدفعنا لكم حدا بالمسيات أفاك بس هو صار المسيات أفاك علقه بالبانك آخر نهارة السوير كان أكتوبر 17